الحمد لله رب العالمنا اللهم صل وسلم وبركة عليك يا حبيبي رسول الله السلام عليك ورحمة الله بركاته يفتح المصحف على سورة النساء إن شاء الله تسمية من الآية 45 إلى الآية 51 إن شاء الله ما أعزمش تواجه بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هدوا يحرفون الكلم عن ماضي ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والتاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعصمنا الآية 52 الآية 59 النساء أعزوه مش تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملقا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصيهم نارا كلما ندجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليذوق العذاب كلما ندجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج متهرة وندخلهم ظلا ظليلا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا